السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله عبدالعيز حسن هنكمل الهرده من الهرده موضوع في السلسلة بتاعتنا طبعا كده احنا الدرس الفاتحة احنا لحد ما وضعنا امر بتاعنا وشو احنا امر ده بيحصل فيه بالزبط شو احنا قطعة قطعة عايزين بقى ما نمرش مرور الكرام كده عن الموضوع لان هو انا بيعمل حاج كتير فحنا عايزين نعف يعمل ايه بالزبط عشان يبقى الموضوع لنا ايه اللي بيحصل بالزبط من خلال كل ما حصت ده من خلال كل ما عملته انا كتبت الامر ده هو باحد واشتغله واداني كل الكلام ده اعزيني نفهم الكلام ده كله بتاع ايه بقى عشان ما نبقاش اه مش فاهمين القصة باش نعم طيب مبدئيا تعالوا بصوا كاتب مين ايه اولا هو بلك الارافيل اللارافيل هي او الحزمة اللارافيل و الاصدار 5.2.31 هو الاصدار 5.2 يتغير الرقم الوراه 29 26 25 هو بدأ هنا يعمل و يقولك انه خلص بعد ذلك بدأ يعمل و بدأ هنا يعمل من الملف دوت انف ده ملف مهم جدا في البروجيكت بتاعنا ان شاء الله هنتعرض له و نفهم بيحصل في ايه بالزبط بيقى شوية اعدادات صغيرة بعد ذلك هنا بيعمل ابداتك للدبنسي لو انتم فاكرين انت الدرس اللي فاتت يكلمنا على في الرسمة يكلمنا على اللي بتحتاج للايبيري وهكذا اللي مرتمدة على معضيها فهنا بيبدأ يعمل ابداتك للدبنسي دي يبدأ يشوف ايه الديبنسي اللي هي محتاجة ابداته و يعمل لها ابداتك تمام بدأ هنا يسطب دي ايه كل الديبنسي بيبدأ يسطبها ويشغلها اهو زي ما انتم شايفين كل دي باكجز هو محتاجها عنده هنا زي ما انتم شايفين اهو وبعد ما بيخلص الكرصة انه هو الديبنسي تمام بالشكلة بيبدأ هنا يعمل شوية عمليات و يكاريت لك شوية حاجات كده منها مثلا اللي هي اللي هو الديبنسي دي ده لازم يكون متغير من تاني وهكذا و يبدأ هنا يعمل لك البيتش بي ارتزين و يبدأ يشغل لك شوية حاجات كده تمام و بعد كده في اخر بيقول لك طالما قال لك انت سطبت اللورافل من النجاح اهم حاجة عندي تعرفوا انه الموضوع هنا بيتم انه هو بيبدأ يجيب الديبنسي و يسطبها من خلال الكمبوزن تمام طيب تعالوا بقى هنا نخش على المجلد اللي احنا عملناه ده دخلنا عليه و دعنا ملفات 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 بلغ التي تستطبت هناك من ملفات اسمه جيسون كذلك لانه هو الكمبوزر يقوم بمثلك نعم والذي اتبع هنا هنلاقي هنا المعلومات بتاعتنا بتاعت الجيسون زي ما انتشافين هنا هلاقي هنا الاسم والوصف بتاع الـ description و keywords و lineses و type و required هم محتاج PHP 5.59 تمام وهنا مسطة باللغة في framework 5.2 العلامة دي معناه ان هو مسطة باخر version متاح عنده طيب الـ required div هي عبارة عن حاجات مطلوبة عندنا عشان تسطب الـ لو احنا بصينا هنا على الـ computer بتاعنا لازم هنلاقي الـ required divs دي متسطبة هنا يعني عندي هنا باكتج اسمها ايه اسمها فكر تعال نشوف هناك كده هتلاقيها متسطبة هنا ايه دي الـ package z die احنا نعن عليه ايه دي باكتج required ايه دي حاجات بتاع مطلوبة الصاتح طب من الحاجات اللي هي عضوات هنا زي ما انتو شايفين هيا طيب ااااااااااااااا دي ما نحتاجه حاليا بشكل مؤقت في موضوع الـ نعرف ان هنا في معلومات عن نعرف ان في حاجة اسمها ودي حاجات بتتحط وتستطب طبعا في حاجات اسمها اللي هي اللي عادية خالص طبعا ودي حاجات احنا بنضيف جواها يعني ممكن نقول له نعايز معينة هنا دلوقتي وده هنتعلمه ان شاء الله الدروس الجاية ان انا لما عوز معينة او معينة وعايز طبعا من خلال الكمبوزر اقوم حطته هنا واقول له الكمبوزر سيبدأ يجي هو يشوف ايه اللي انا محتاجها او للضافة الزيادة ويبدأ يستطبال طيب ليه برضو القصة دي ليه برضو بنحط كل حاجة في جواب كومبوزر ليس ببسيط فرض مسلا انا اعتمدت على معينة اسمها اس دي اس دي مسلا انا عندي اسمها اس دي مسلا ما اعتمدها في المشروع بتاعي وانا استخدمت بتاعها اللي هو كلمة جاهزة من قصة ده ليسهенный دحديث ف predator اضحط اللي هو سكله و دول دمال او بدل ما كان فيه اس دي واحد اصبح دولوقتي بقي في اس دي ابتداء اثنين بالشكل لك. طيب لو انا في الوضع العادي خالص ببرمج عادي خالص هقوم داخل على موقع الليبيري وعمل لها نولود وعمل لها ريبليس بالملف بتاعه انما هنا في الكمبوزر بيريح من الكلام ده كله كل اللي عليك فقط ان انت تقول له كومبوزر أبديت هتدي له امر حاجة اسمها كومبوزر أبديت هول واحد هيبدأ يتشيك الملفات اللي عندك جهو البروجيكت دي هل هي اخر ملفات عن مواقع بتاعتها ولا لا لو هي اخر ملفات هيسيب لك زمي لو مش هي اخر ملفات هيعمل لك لها أبديت وينزل لك الفرشل الحديث بتاعها فانت اصبح دلوقتي مش محتاج ان انت كل شوية تخش تشوف اخر اصدارات من الليبيريز اللي عندك ايه انت مجرد ما تقول له ان هي في الكمبوزر وتعمل له اوبديت للكمبوزر هو الواحد يعمل له اوبديت الكلام ده بينطبق على اللارافل يعني انا عندي هنا اللارافل فريمورك صح في الاصدار اللي هو 5.2 تمام فلو انا يعني بعد كده رحت تعمل له كومبوزر اوبديت هو الواحد لو دخل لا اصدار احدى سم الارافل هيقوم بنزله لي وعمل له ريبليس عندي على الجهاز فاصبح انا عندي دلوقتي اصدار احدى سم الارافل تمام فالموضوع سهل جدا في ان انت تتمنج او تدير موضوع حزن بتاعتك او اللي بيرز اللي انت محتاجه وخلابه تمام طيب ده كان جزء كبير من ما يتعلق بالكمبوزر تمام ايه بدا دلوقتي احنا لحد درسنا دلوقتي احنا عرفنا ان ايه كومبوزر اتعاملنا بشكل كبير فيهمنا باجواء ايه عرفنا شوية حاجات كده تمام ونزلنا الارافل تمام احنا كده نزلنا الارافل احنا كده نزلنا الارافل اريد ان انشغل الارافل ده اريد ان انشغله عندنا الارافل بيعتمد طريقة جميلة جدا جدا في موضوع ان هو يشتغل الوضع العادي خالص بتاعنا لو انا بعمل برجيكت بي اتش بي 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 اتش بي من اول للاخر كل اللي انعنا لنا بروح على السيرفر برطاعي اللي هو موجود غالبا في لو انت شغال على السيرفر مسلا هتخش على الابليكيشن هنا على ماك انا بتكلمي منتقاتي على الماك تمام? تخش على الابليكيشن هتلاقي هنا سيرفر بتاعك. هو بس بي لود الاابليكيشن لزه. ايه ادي سيرفر على الاتش تي دوكس وتبدأ تكاريت هنا مشروع جديد بتاعك. تمام? وتحط لازم تبقى لازم يبقى الفولدر بتاع المشروع بتاعك جوه المصار ده اللي هو ابليكيشن اتش تي زام اتش تي دوكس. ده بالنسبة لي الماك انا متكلم لحد ده قطي على الماك. تمام? طيب. لو انا على آآ اللينوكس. لو انا على اللينوكس لو بستخدم الزامب هيبقى فولدر الزامب عندي على اتش تي دوكس. هلاقي الفولدر اللي انا مفهوض احط المشروع بتاعي هدلاقيه في المصار ده. طيب اللي لو انا على على الويندوز هلاقيه جوه السي. على الزامب على الاتش تي دوكس. ده الوضع لطبيعي خالص ان انا بخش على المصارات دي في الانزمة دي. وحط الفولدر بتاعي الخاص بي. البروشوت وابده ابرمج. اللارف اللارفل مفهوش الكلام ده. اللارفل بيعتمد تقنية معانا بي اتش بي موجودة في الاصدار اللي هو 5.5. تقريبا من اول اصدار تقريبا الموضوع ده موجود. اللي هو بي اتش بي سيرفر. انت بترن ملفات البي اتش بي من اي مكان في الجهاز عندك. مش شرط على المصاري اللي احنا البي اتش بي دوت نت. الموضوع ما ممكن تيره عند اكتر عنه في المانيول بتاع البي اتش بي. تمام. مكتوب عنه باستفاضة الموضوع بتاع السيرفر ده. تمام. ممكن تيره عنه. طيب. اه طيب. انا عشان اشغل اللي اعرف اللي هعمل ايه. كل اللي انا علي انا هكتب الامر التالي. بيتش بي سيرفر بيتش بي. ارتزين. سيرف. وقول انتر. ارتزين غلط. بيتش بي ارتزين. مستوى يعني. اه طبعا اما هي مش غلط. هي كل الفكرة ان انا لو عملت ال اس. انا لسه مش جوة مجلد المشروع بتاعي. فلازم اخش جوة مجلد المشروع بتاعي. الاول. دلوقتي لو نفست نفس الامر هو هيبدأ يقول لي ايه? اه انت على ال تاني. ناخد ده مفتوض لما نحطه في في المتصفح. المفتوض هيطلع لك لارافل في الشكل انتم شايفينه ده. كده انت لارافل بتاعك شغال بشكل طبيعي جدا. ما فيش اي مشكلة بالنسبة لها. طيب. بالنسبة للامر اللي هو اسمه بيتش بي سيرفر. اه بيتش بي ارتزين سيرف ده على كل انظمة التشغيل بيشتغل. يعني هو بتاع الماك هو نفسه بتاع الينكس هو بتاع الويندوز. هتكتب نفس الكلام كده بالضبط. لو لاحزنا هنا ان هو يشتغل على الواصمة تمن تلاف. طيب. لو انت عندك مشكلة في البرت. يعني انت مسلا البرت تمن تلاف ده في اي بنامك تاني واخده. ممكن تعمل حاجة لازيزة جدا. هتقول له هنا كده. وتقول له هنا بورت. ويساوي. تحط دابل وتحط جوة دي البرت. انا عايزه يشتغل على مثلا بورت تلما تمانية. تلات اربعة تمانية حزر. هقول له انتر. هو الواحدة هيقول لك اني هو خلاص. بقى شغال على تمن تلاف اربعة تمانية. اه. بدل تمن تلاف اربعة تمانية. طبعا اه. هو درات شغال له بشكل طبيعي جدا على تمن تلا. طبعا الموضوع ده مهم جدا لان انت كتير جدا من الوقت بقى مثلا تمن تلاف ده مستخدم في حتة تانية في مثلا اي حاجة يعني. وخصوصا في موضوع الويندوز. لان مشكلة دي قابلتني في الويندوز قبل كده. ان انا فعلا تلاف كان مستخدم في البرنامج تاني مش فاكل اسمه ايه بالزبط. فالطريقة ان انا اختار تاني عشان نرى انه عليه. طيب. ده كان بالنسبة لي ان انت ازاي اه تشغل الظرفي اللي عندك عجاز. و اه كلمنا شوية اكتر عن موضوع وفهمنا شوية اكتر عن طبعا قدام بس لاردو هنتكلم عن الكمبوزر ونعرف ازاي ان احنا نشغل ملفات من خلال الكمبوزر بتاعنا و ازاي ان احنا نران ملفات معالة. اتمنى يكون درس سهل اشوفكم درس الجاه السلام عليكم اترابر كتر.